السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله فيكم جميعا الى كل متابعين لقناة ابتصمار الجزولي هذا حقيقة هو فيديو يعني كما نقول خفيف مستعجل لمشكلة مؤخرا تظهر في بعض الهواتف هواتف السامسونج هواتف السامسونج الحديثة الجديدة عند محاولة تكلفة الشفرة كما نلاحظ بشريحة ليبارا فالامر اصبح معروف والجميع التقنيين يشتغلون بيدها التقنية الرائعة التي تكلفتها رخيصة فلاحظوا معي مؤخرا عند اجرائك لمحاولة يعني فك الشفرة بواسطة شريحة ليبارا فتظهر معك رقم غريب يظهر معك رقم غريب فيمنعك من اجراء الاتصال او حتى قمت باجراء الاتصال للتواصل مع الموجيب الالي الذي تتحايل معه حتى تتجاوز خمسة دقائق وبعد ذلك تجد بان الهاتف تم فك شفرته بنجاح ولكن بعد الهواتف لاحظت بان يظهر لك هذه الارقام بهذا الشكل يعني لا يتم الاتصال بشكل مباشر كباقي الهواتف صراحة واجهت هذه المشكلة ازعجتني جدا جدا رغم المحاولات المتكررة والبحث عن حل الا انني صراحة يسر لي الله سبحانه وتعالى اوفق عني الله في الاتصال بصديقي صديق عزيز علينا سبق عوان اشارنا اليه في احد الفيديوهات الاخ منصف فارسل لي كود يعني او رقم يمكننا استخدامه لحل هذه المشكلة والوصول الى الموجيب الالي حتى نصل الى خمسة دقائق او فتح المكالمة لمدة خمسة دقائق بعد ذلك سوف نجد بان الهاتف تم فك شفرته دون اللجوء الى السيرفورات او الى حتى البوكسات الى اخره بالنسبة للكود فهو كالتالي اذا اللحظوا مع اتمنى الانتباه نعم عفوا لا هذا خاطئ هذا خاطئ نعم عفوا ها هو الكود اذا نعفوا بهذا الشكل اذا الكود هو بهذا الشكل يعني لا نقوم بادخال اثنى عشر اربعة واربعون نتكلم عن شريحة لبارة لدولة هولندا لدولة هولندا فيمكننا اذا تعذر علينا التواصل مع الموجيب الالي والتحايل عليه للوصول الى اكتر من خمسة دقائق لفك الشفرة فبعد فشل العملية ندخل هذا الرقم بهذا الشكل بهذا الشكل كما تلاحظون على الشاشة لاحظوا معي ثم بعد ذلك نقوم باجراء المكالمة سوف نجد بان الموجيب الالي يفتح بشكل عادي وتلقائي وبعد ذلك نتحايل عليه بالارقام التالية اثنان اثنان ثلاثة وننتظر حتى تعيد واثنان اثنان ثلاثة وننتظر حتى نعيد وبعد ذلك سوف نجد بان الهاتف تم فك شفرته بنجاح بعد مرور خمسة دقائق وعشرة تواني ان صح التعبير اذا احبابي تمنى تكونوا قد استفدتم من هذه الملاحظة البسيطة وسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته